هنروح بقى لسيد الرجال الكرة الطائرة كان عندنا دور 16 كأس مصر خلصنا السوبر دخلنا على كأس مصر كان عندنا مباراة مهمة وبنظام البلاي بستوف 3 مع هليوبلس مع هليوبلس طيب انتهى المباراة وانتهت المباراة بفوز الاهلي بتلت نقاط او تلت اشواط نظيفة وطبعا كده دي المباراة الاولى لا دي المباراة التانية وكده صعدنا خلاص لربع نهائي كأس مصر يعني ده دور 16 طلعنا خلاص ربع نهائي في كأس مصر وان شاء الله نتمنى الفوز بالكأس زي ما فوزنا بالسوبر طب انا بس فيه معلومة عايز اقول لحضراتكم احنا بعد مباراة السوبر بعد مباراة السوبر رجال وسيدات احنا طلبنا نحتفل بالفرقتين قناة النادي الاهلي وتقليد دايما بنعمله وده حق اللعيبة علينا وحق الجهاز الفني وحق جمهور النادي الاهلي يحتفل معاهم عبر شاشته وشاشة قناة النادي الاهلي جلنا الرد من الفرقتين بنفس الرد احنا مركزين مش عايزين نحتفل دلوقتي الحقيقة معلش بنستأذنكم نأجل هذا الاحتفال لنهاية الموسم والحياة ده احترمناه جدا 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 النهار ده الفرقة مش عايزين وعلى فكرة بدون تنصيق يعني الرجال قالوا نفس الكلام يعني فرناندو منزو المدير الفني وطبعا كابتن براهيم فخدين او كابتن براهيم فخدين قال نفس الكلام قال رفض خالص الاحتفال بالرغم ان احنا واخدين بطولة واخدينها من منافس التقليدي والحنا دايما هكون مباراة الفنية لكن بقى معاه بس قال لك ما فيش احتفال الا بعد الموسم وده احترمناه جدا في حين ان هو على فكرة لو كانوا جوموا احتفلوا دي حاجة ما تقللش منهم ساعات كان بيبقى في احتفال رمزي بيجي تنين تاتا لعبين بيشاركوا معنا الاحتفال وبيمشوا مش عزم الفرقة كلها تبقى منجودة ولكن احنا احترمنا ده شايفين ده انواع من انواع رفع التركيز واحترام واحترام المسئولية انه هما النهاردة عارفين قديهم عايزين يساعدوا جماهير النادي الاهلي احنا بنحيل فرقتين على هذا واحنا اكبر الناس ده عمل كده واكيد احنا سعداء بقرار كانوا معنا سعداء جدا ما كانوش معنا ومركزين برضو سعداء وده قرار الجهاز الفني هو ده اللي بيميز فرق الكرة الطائرة انه دايما عندهم احساس عالي بالمسئولية احساس عالي انه هما بيمثلوا جمهور النادي الاهلي ودايما عايزين يفوزوا بالمباراة